اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل تعلم كيف ستهدم الكعبة في آخر الزمان ومن الرجل الحبشي الذي سيهدمها السلام عليكم مشاهدين الكرام الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام الذي شرفه الله عز وجل ورفعها سبحانه وتعالى مقاما وجعلها قبلة المسلمين حيث بنى آدم عليه السلام الكعبة أول مرة حينما أنزله الله عز وجل من الجنة ثم رفع سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قواعد هذا البيت المبارك وقد فضل الله عز وجل هذا المسجد عن غيره من المساجد بالأجر المضاعف فمن صلى فيه صلاة كانت كمئة ألف صلاة في سواه وقد حاول الكثيرون هدم الكعبة المشرفة قبل الإسلام والتي كانت على يد أبرهة الحبشي والذي أتى بجيشه من اليمن التي كان يحكمها لهدم الكعبة المشرفة فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم سبحانه كعصف ماكول وأصبحت بعدها الكعبة المشرفة هي المخصصة لأداء الحج والعمرة وحماها الله عز وجل من العديد من المهاجمات منها ما فعله يزيد بن معاوية بعد أن قام بحصار مكة المشرفة لتحصن عبد الله بن الزبير فيها وذلك في صفر سنة أربع وستين للهجرة حسب ما ذكر السيطي رحمه الله فحاصروا بن الزبير وقاتلوا ورموه بالمنجنيق واحترقت من شرارة نيرانهم أستار الكعبة وتهدم سقفها فقام بن الزبير بعد ذلك بهدمها وإعادة بنائها من جديد إلا أنه أضاف إليها ستة أذرع وجعل لها بابين وأدخل فيها الحجرة وأما حادثة هدم الكعبة التالية وقعت في خلافة عبد الملك بن مروان وكان ذلك في سنة ثلاث وسبعين للهجرة كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية حيث خرج الحجاج بن يوسف بجيش لإخضاع أهل مكة لخلافة بن مروان وأخذوا يرموها بالحجارة والمنجنيق في كل مكان فأصابت الكعبة فتهدم جزء منها وبعدها بمئات سنين نجح القرامطة في هدم الكعبة في موسم الحج لسنة ثلاثمائة وسبع عشرة للهجرة حسب ما جاء في كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير في العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضيف حيث كانت الطامة الكبرى حين أقدم أبو طاهر سليمان بن الجنابي وهو من القرامطة ودخل مكة يوم التروية وعرى كسوة البيت وأقلع بابه واقتلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى البحرين حيث كانوا يسيطرون عليها وتوفي في رمضان عام ثلاثمائة واثنين وثلاثين للهجرة ثم تولى بعده أخوه سعيد سليمان بن الجنابي وهو الذي رد الحجر الأسود إلى العباسيين ونبذ المذهب والعقيدة القرمطية وستظل الكعبة المشرفة واقفة شامخة حتى يقضي الله عز وجل أمره في آخر الزمان بهدم الكعبة وقد أخبرنا رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة في آخر الزمان وهي علامة من علامات الساعة وسوف يهدمها في آخر الزمان رجل حبشي أسود يسمى ذسويقتين وسمي بهذا الاسم لصغر حجم رجليه ودقتهما وسوف يخلع أحجار الكعبة حجرا 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 ويزيل كسوة الكعبة وينزع عنها حليها ويتوقف وقتها الحج والوقوف بجبل عرفة عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبش فيخربوه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والحاكم في مستدركه وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذسويقتين من الحبشة رواه البخاري ومسلم وذسويقتين هي تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقتان وعن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا أي الكعبة رواه البخاري وتفسير الأفحج المقصود به تباعد ما بين الفخذين في وصف هذا الشخص ويشار إلى أن ما سيحدث للكعبة من خراب لا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى حراما آمنا إذ إنه يبقى آمنا إلى قرب قيام الساعة لا إلى قيامها الفعلي أما المدينة المنورة فسيخرج الناس منها وذلك من علامات الساعة فيتركونها حتى تصبح خاوية على الرغم من طيب عيشها وثمارها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف والعوافي هي الطير والسباع وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقع الهدم فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشاملة في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعت القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم غزي مرارا بعد ذلك كل ذلك لا يعارض قول الله تعالى في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن جعلنا حراما آمنا لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فوقع ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سيهدم الكعبة بأنه يسمى ذو السويقتين أسود أفحج أصيلع أي انحسر الشعر عن رأسه أفيدع مفاصله غير منتظمة وقيل إنما سمي ذو السويقتين لصغر حجم ساقية وهو من الحبشة ويأتي على رأس أناس آخرين يهدمون الكعبة حجرا حجرا ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ويستخرج كنزها ويكون ذلك نهاية الكعبة ولا تعمر بعد ذلك أبدا واختلف العلماء في زمن هدم الكعبة في آخر الزمان فقيل سيكون في وقت خلت فيه الأرض من أهل التوحيد وقبل أواني قيام الساعة بقليل وقيل إنه سيأتي بعد ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام فإن المهدي يبايع عند الكعبة ثم ينزل عيسى عليه السلام بعد ظهور المهدي ويعيش المسلمون فترة وهم ظافرون غالبون ثم يأتي ذو السويقتين وهو رجل حبشي من أهل الحبشة وهي تمثل بلاد إثيوبيا حاليا حيث عرف المسلمون هذه البلاد أثناء هجرتهم الأولى والثانية إلى الحبشة وكان يحكمها النجاشي الملك العادل وعن عبد الله بن عمار رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب بمسحاته ومعوله وفي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامعة هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام نرجو من حضراتكم ألا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة إلى اللقاء